أبو محمد من البحرين عن ذلك بقوله و نهى عن الكتابة على القبر و القول الثاني ذهبوا إلى التحريم قالوا يحرم ولكن حقيقة لما ننظر في أحوال الناس إذا كان تكتب آيات قرآنية هذا لا يجوز لأن هذا في امتهان لكتاب الله عز وجل و المسلم مطالب أن يعظم كلام الله لأن هذا صفة من صفاته و معلوم بأن الآيات القرآنية التي تكتب مثلا على القبر ستأتي الطيور و ربما نجست أو أحدثت شيء على هذه الآيات الغبار ربما دخلت حيوانات مثل الكلاب أو شيء تلعق هذا الشيء أو تمر عليه هذا كله امتهان لكلام الله عز وجل أما ذكر كتابة الإسم فقط فهذه تدور بين الكراهة و التحريم عند أهل العلم و لذلك ينبغي الانتهاء عن مثل هذا الأمر و يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي و هدي الصحابة رضي الله عنهم كانت القبر لا ترفع على أعلى من شبر و ما كان يكتب عليها لكن ممكن يضع الإنسان علامة يعلم بها القبر مثلا حتى يزور مثلا و يدعو له و يسلم عليه مثلا مثل حديث عثمان بن مضعون عفوا الحديث الذي الحديث الذي فيه ذكر وفاة عثمان بن مضعون النبي عليه الصلاة والسلام أتى بحجر و وضعها عند القبر قال أتعلم بها قبر أخي حتى يزوره فما في بس وضع مثلا حجارة و شيء من هذا القبر أما كتابة الإسم كتابة آيات يتنبه الناس لهذا